موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مراسل النيل نبدأها من مسجد الشيخ زايد الكبير في ابو ظبي والذي صنفه البعض لروعة تصميمه وضقة زخارفه من بين عجائب الدنيا السبع الجديدة المسجد يعتبر ثالث اكبر مسجد في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف ويزداد جماله بنعكاس صورته في البحيرة الصناعية المحيطة به وفنون الاضاءة الخاصة بوجهاته والتي تتغير تبعا لنعكاس ضوء القمر من روعة الحديث الى نسائم التاريخ والتي تهل عليك ما ان تقترب من منطقة خان الخليل بالقاهرة احد اهم واقدم الاسواق القديمة في قاهرة المعز اهلا بكم من جديد حتى ما تصميم مسجد الشيخ زايد الكبير في ابو ظبي العديد من الارقام القياسية ففي المسجد اكبر قبة في العالم بارتفاع تسعة وثمانين متر وقطر اكثر من اثنين وثلاثين مترا زخرفت من الداخل بالجبس المقوى بالالياف على ايدي فناني المغاربة ابدعوا في تصميم الزغارفة ناباتية فضلا عن خمس وثمانين كبة اخرى ترتفع فوق المسجد كما تغطي ارضية المسجد اكبر سجادة مصنوعة يدويا في العالم المزيد عن المسجد الخاص الكبير مع مرسلنا بشار التميمي من الامارات العربية لحظة دخولك لامارة ابو ظبي يمكنك ان تراه شامخا بارزا بلونه الابيض الناصع جامع الشيخ زايد الكبير هو تحفة معمارية لمثيل لها في العالم وذلك لتنوعه المعماري وانسجامه بين مدارس العمارة الاسلامية وعلى امتداد العصور الاسلامية المختلفة لتحقق رؤية الراحل الكبير الشيخ زايد ليغضو هذا الصرح الديني مرجعا في العمارة الاسلامية ويجسد رسالة الاسلام في التسامح والتنوع كانت رؤية المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله وثراه في انشاء صرح معماري ليكون بمثابة رسالة موجهة للعالم اجمع بان دين الاسلامي الحنيف هو دينه التسامح والانفتاح على الاخر لذلك كان هذا المعلم العمراني الكبير الذي نراه اليوم شاهدا على الاعمال الخيرة التي قام بها المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله وثراه هذا الجامع يستقطب الاف الزوار من كل انحاء العالم وذلك لتنوع وفرادة كل ركن منه فقد تم بناء الجامع على مساحة تتجاوز 22 ألف متر مربع يضم مجموعة مختلفة من التحف والفنون من شتى انحاء العالم قبابه التي يصل عددها الى 82 قبة والتي تقع اكبرها في منتصف القاعة الرئيسة والتي تعد الاكبر من نوعها في العالم مكسوة من الخارج بالرخام الابيض النقي أما من الداخل أشكال أخرى من الإبداع فيضم الجامع أحد أكبر اذتريات في العالم ويحوي أكبر سجاجة في العالم مصنوعة يدويا تغطي مساحة 7000 متر مربع شارك في نزجها نحو ألف حرفي يصخر الجامع بالعديد من الطرز الإسلامية منها الطراز الأندلسي والفاطمي والعثماني والمملوكي كذلك تم إدخال العناصر التي استخدمت في بناء الجامع منها عديد من دول العالم كإيطاليا ومقدونيا والصين والهند والتركيا بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا والعديد من دول العالم صمم نظام الإضاءة القمرية للجامع الفريد من نوعه ليعكس المراحل القمرية المختلفة ويتضح ذلك من خلال انعكاس الإضاءة على الواجهة الخارجية للجامع وعلى القبام والممرات حيث تختلف الإضاءة من يوم لآخر حسب حركة القمر طوال الشهر ففي بداية الشهر عندما يكون القمر هلالا تكون الإضاءة خافتة ومع نهاية الشهر عندما يكون القمر بدرا تصبح الإضاءة المنعكسة على الجامع أكثر سطوعا لتشكل بذلك لوحة فنية مبدعة تخطف الأبصار لم يغفل القائمون على الجامع عن الجانب الثقافي والتوعوي ممكتبة متخصصة بفنون العمارة الإسلامية تضم العديد من الكتب والمخطوطات النادرة ليكون الجامع بذلك دار عبادة ومركزا ومنارة للعلم الذي يشيع بروح الإسلام السمع هذه المكتبة تحتوي على أكثر من 7700 إصدار هذه الإصدارات تشمل نحو 13 لغة عالمية أيضا يصخر الجامع بالعديد من الأنشطة الثقافية الأخرى منها على سبيل المثال أيضا جائزة فضاءات من نور للتصوير الضوئي والتي تقام للعام السادس على التوالي أيضا هناك برامج لإعداد المرشدين الثقافيين في الجامع سنوات طويلة من العمل المتواصل أخرجت هذه التحفة الفنية التي تجمع هيبة وقدسية المكان وتبرز جمال الفن الإسلامي أراد الشيخ زايد لهذا المعمار الديني أن يكون صرحا إسلامي صرحا يعبر عن روحي وقيم الإسلام وأن يكون مركزا للعلوم الإسلامية لبرنامج مراسلوني البشار التميمي أبو ظبي من مسجد شيخ زايد الكبير بالأمارات العربية المتحدة إلى خان الخليلي والذي يعتبر من أعرق الأسواق في الشرق ومن أهم المزارات السياحية في مصر وكذلك لامتيازه بالمشغولات والحرف اليدوية كان الخان مصدر إلهام للعديد من الكتاب والأدباء المصريين وأبرزهم الكاتب نجيب محفوظ والذي تحمل إحدى روايات اسم الخان الزميلة ولاء الحديني رصدت لنا في التقرير التالي حكايات الخان ومراحل صناعة بعض المشغولات اليدوية والتي تشهد إقبالا من السائحين نتابع لون بتاعه لما تحط عليه زيت بروفين بيدي لونه يتغير بيبقى أهمة شوية وكل دوت شغلة يدوية هو الصناعي إزاي قدر يعمل دي نفس الماز دي الأمر المكان بقاله سنين طبعا والدنيا كانت شغالة كويس جدا ده كل ورش طبعا معمولة بالحمال المدين إيجب طبعا دي عبارة عن جزيرة جزيرة فيها نمب ونسر طاير وتحت النسر النازل يمسك التعبان إذا بدأت الرحلة في هذا الخان لابد أن تعرف أنه من أقدم أسواق الشرق ويعد من أكبر المزارات على خريفة مصر السياحية وزائر هذا المكان يحتاج إلى العبقرية للمرور داخل الأزقة الضيقة ودائما ما تسمع عبارات الترحيب من أولاد البلد أو من البائعين بأهلها من هنا بدأت رحلتنا في خان الخليلي وكلمات الترحيب التي قالها بائع أحد أكبر المحال التجارية للمشغولات اليدوية فتحت لنا الباب على مصر عيه للتعرف على مراحل صناعة هذه المشغولات أنا شايفة هناك العقم كل الحجار الكريمة ومشتقاتها على سبيل نزل كلمنا عنها دلوقتي ده كل دوت دي كانت سياحة أجانب كلها بيحبوا مثلا حاجة زي كده أيها دي رمز فرعوني قديم بيحبوا مثلا وشوش هاندي ميد مش شرط دي بقى الشكلة عاملة ازاي بس هو يهمه ان هي تبقى يدوية ما يهمهش ان هي تبقى مكان ممكن يبقى شكلها وحش جدا وما تعجبكيش وما تعجبنيش بس تعجب زبون تاني عشان هو مقدر الصناعي اللي تعبان وشعين فيها لان دي بتاخد وقت جدا من الصناعي عشان خاطر يعملها هاندي ميد غير سي مثلا هجيبلك حاجة حاجة زي كده دي بتبقى مكان دي بتبقى بسعر رخيص بازاي الهاندي ميد عشان الزبون ما بيحترمهاش اصلا هو بيحترم المصري عشان خاطر بيشتغل بايده عند حديثي مع صانع السبح كانت معلومة جديدة بالنسبة لي انواعها المختلفة السبح رمز من الرموز الدينية الموجودة في الخان واهم الصناعات الموجودة في على سبيل المثال حاجة زي كده دي بتبقى 33 دي تبقى مسلم مسلم اه في حاجة زي كده بتبقى 45 دي مسيحية اه في حاجة زي كده دي بتبقى 99 مسلم برضو اه في حاجة زي كده بتبقى 108 دي البوزي بقى دي البوزي اه طيب ودي طبعا كل سبحة على حسب كل سبحة حجر مختلف ونوع تاني سيني اه اللي هي السبحة 108 دي السيني اللي هي البوزي اه دي 99 مسلم ودي 45 مسيحية اه ودي 33 برضو مسلم المرحلة التي تعرفنا عليها ربما هي اخر مرحلة بوزي هي شغالة على الفيروز المصري واللابس اللازولي والحجر الجارنت كل الاحجار دي بيقدسوها السينيين والعاج بتاع الفيل والمورجان والكهرمان كل الاعداد دي بيحبوها السينيين البوزيين عشان خطر 108 دي سبحة عندهم بوزية اديمة فهم بيتفاعلوا بيها الخان هو واحد من اعرق اسواق الشرق معماره الاصيل ما زال باقيا على حاله منذ عصر المماليك حتى الان وهو واحد من 38 سوقا وزع ايام المماليك على محاور الكاهرة ويقع هذا الخان